كان العملية حسابية نشوف على أن العداد الهتمية صحيب عليها باش تعود تجيب نفس العدد دي المقاعد هاد شي معروف يعني زي هاد ما غيجيبهش نفس العدد وكين أحزاب دي غيترمح مقاعد في هاد؟ بحال لكم؟ بحال لو كين لك غادي يكونوا نذكرين قبل منكم كين معلوم كين أحزاب مرتبة التاسعة يعني في بعض دوائر انتخابية إلا ما غطيتوش كتما قلت استيق المياه ولكن باش نقول لك شكولي غايجي اللوغول وهذا صعيب باش نقول لك شكولي ولكن يعني مدام درتي عمري حسابية بالنسبة لحز دي لكم تقدر تكون عندك تبقوات أنا كنشوف الصراحة باش نقول لك أنا ما جيتش برش أدركي ما قلت لك لغات الخشاب اليوم تحركات وعني الصورة والبانوراما اللي قدامي الأحزاب المرشاحة المرشاحة أنها تفوز بالهداء هو التجمع الواطن الأحرر لأن هذه سنتين أو ثلاث سنوات وحزب التجمع الواطن الأحرار يعني قيم بواحد مجهود كبير وواحد تغطية شاملة ومتواجد في جميع المحطات ولكن ما إلي قررنا عب 2016 ومجر؟ نعم نبن بيروش هذه المقارنة هذي نجاب 37 مقعد وده بعد يجيب النصر؟ نعم نبك كان في 2016 را كان ضرف خاص عبود علاج خاص؟ كان حزم الأحزاب نعم نبلغ خاص عبود الآسالة معصارة، أو لا لا لو بل пكوناть بإقخض بل قول جيد نحійсьي من الحرار لكي يتواجد بالمقاد لا أثر عليكم هذا الموضور؟ بثاف الشيء بصراحة ولكن لا ندخلوش في التفصيح نحن دابها هذه صفحة جاوزناها كنشوفو الأمام وكنشوفو يعني ما هو آتي إذن بالنسبة لي كان نقولك المور الشاحل ولكن ما كان قدرش ن يعني بالنسبة لك أنت كي يبقى توقعات ديالك الحزب تجمع الوطني الأحرار أنا جيت باش نقول يعني نادره بكل سرعة وكي يبال لي على أن التجمع الوطني الأحراري ممكن يفوز وكي يستقلل كدلك من الأحزاب من الأحزاب اللي عندها حدود كدلك أنها تكون في المراتب الأولى هذا الاستقرارات المقبلة، شي كله وارد والبامو العدلي؟ لا، البامو العدلي ستراجعوا لأنه كانوا استفدوا من القاسم التغير فراه متضررين اليوم وخاً ستراجعوا لكن ستبقوا في نصل إذا قدرنا عملية حسابية أنا كنقولك هذا التصور يالي وهذا قراءة يالي اللي كنشوف اليوم كنشوف المشهد لأنه كانت شوف بعد الأحيان على أن هذا جمد العضوية دياله وهذا جمد التنسيق دياله ولكن شوف هذا شيك يبقى تخمينات شخصية لقراءتي المتوضعة لمشهد السياسي ولكن الكل وارد من الاستحقاقات من عرف التاريخ دياله